خير زميلة عفاف أكيد نتواجد هنا بأحد الفنادق التي سوف يتم تدشينها اليوم بولاية قسنطينة وبين أيضا أحضاني هذه الأروقة أروقة الحرفة التقليدية إذن تنمية وتطوير السياحة اليوم بولاية قسنطينة أصبحت لها رؤية واستراتيجية جديدة من خلال دعم المستثمرين يقف معي اللحظة السيد علي رايس وهو مدير غرفة صناعة التقليدية والحرف لقسنطينة صباح الخير سيدي صباح الخير ولكل مستمع إذاعة التلفزيون الجزائري أكيد اليوم رؤية جديدة واستراتيجية جديدة في إطار الترويج للسياحة ودعم الاقتصاد الوطني نعم بفعل بهذه المناسبة ننظم مجموعة من المعارض والأنشطة لعرض منتجات صناعة التقليدية التي تمتز بها قسنطينة وهو مورث ثقافي ضارب أطنابه في التاريخ المنطقة وفرصة لتشجيع الحرفيين وتشجيع المقاولين الحرفيين للمزيد من الإنتاج ولتشجيع المقاولاتية وأيضا نحن نحضر أنفسنا لأن قسنطينة سوف بحلتها الجديدة سوف تستقبل البطولة الإفريقية لكأس أمم إفريقي للمحليين في الشعن 2023 وهذا أيضا هذا النصات يندرج ضمن الترويج للمنتوج التقليدي والمحلي بهذه المناسبة أكيد اليوم سيتم إمضاء أيضا اتفاقية بين الغرفة التقليدية وجامعة قسنطينة في إطار تكوين أفضل وفي إطار أيضا استراتيجية قطاع التعليم العالي والغرفة الصناعة التقليدية بالفعل في إطار التعاون بين قطاع الصناعة التقليدية وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتجزيدا لمشاركات سابقة بين غرفة صناعة التقيدي وجامعة قسنطينة ثلاثة صالح بوبني در ومن أجل ربط العالم الحرف والعالم الاقتصادي مع العالم الجامعة اليوم سوف تمضى اتفاقية إطار واتفاقية تعاون تشمل كل ميادين التكوين والمرافقة وتشجيع المقاولاتية وخاصة نركز بصفة أكثر على التكوين وخاصة في ميدان التصميم لأنه الآن المنتوج التقليدي يحتاج أن يكون منتوجا منافسا محليا أو دوليا لذلك يحتاج أن يكون متطورا يعني بصفة أكثر جاذبية حتى يقبله المستهلك وأنه في هذا الإطار نسعى من خلال هذه الاتفاقية تطوير الفعل الإنتاج التقليدي في هذه المنطقة وفي كل ربع الجزائر شكرا لكم سيدي أكيد سنواصل تغطيتنا لهذه التظاهر لليوم وسيتم تشين العديد من الهياكل والفنادق السياحية التي ستكون جاهزة أكيد لاستقبال الزوار والسياح مدينة الحواضر قسنطينا العودة إليك زميلة عفاف شكرا جزيلا لك أمينة بعطوش ولضيفك الكريم على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك